وعايز اقول لأي لاعب لاعب في الناجي الاهلي انت محظوظ بالروح دي لانها لها تأثير عليك على فكرة لها تأثير عليك جوه الملعب وبره الملعب لانك بتخليك تبزل مزيد كبير جدا من الجهد عشان تبقى دايما رقم واحد بره الملعب وجوه الملعب وبترفض الهزيمة او التعادل وبترفض الهزيمة في اي شيء خارج الملعب ده غير داخل الملعب ولا تبحث سوى عن الفوز لو روحته لاي ناشئ في الاهلي بمجرد ما بيخش النادي الاهلي تلاقيه عارف الروح دي اول ما بيلبس وينضم اول ما بيبس فانيلا الحمراء وينضم للنادي الاهلي هتلاقيه لو روحت سألته انت هتلعب ماتش تلعب على ايه يقولك انا بلعب على المكسب بس تلعب على ايه المركز الاول بس لان التاني بالنسبالنا في النادي الاهلي وده اللي احنا تعلمناه زي الاخير بالزبط ده اللي احنا تعلمناه في النادي الاهلي وده اللي بتعلمه الناشئين في النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي على يقين بازي الروح دايماً جماهير النادي الاهلي عندها المكسب وعندها الفوز لحد الديئة تسعين وبعد الديئة تسعين هي واسقة فيه بسبب روح الفانيلا الحامرة بغض النظر عن المستوى الفني لأنه ممكن اليوم ما يبقاش يومك ممكن أن أنت ما تبقاش في حالتك وتوفيق بحالفك في الماتش دو ومستوىك مش قد كده لكن الجماهير على يقين بتحقيق الفوز دائما وأبدا